أو بأي من محافل الحنون دائماً أو بالمسرح أو بالدائد تعطي أهمية كبيرة جداً وتعطي حماسة جداً قد نستطيع أن نقول أنها هي الشرارة الأولى التي تشعل يوجدان الشعوب والناس عامتاً لأنه عندما تجد أن الفن يتجع إلى يعني إلى فترة كل المشاكل في البلد أو إلى حماسة الناس تجاه ثورات ضد استعمار أو ضد ظلم أو ده أو تجد أن يلعب دوره جميل جداً في الحماسة أيضاً الناس تتفاعل مع الفن تتفاعل مع الأغنية تتفاعل مع المسرح تتفاعل مع هذا وهو يعطي دوره مهم جداً 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 الفن لا ننسى كمان دور المرأة دور المرأة دور عظيم جداً بالصراحة وفي فترة كمان 14 أكتوبر في هذه الثورة لعبت نساء كثير جداً نساء عظيمات جداً لعبوا دور مهم جداً زي الفقيدة زهرة هفت الله والفقيدة عايدة علي سعيد ونجيبة محمد عبد الله والفقيدة رضية أحسان والفقيدة سميرة قايد أغبري كثير من هذا يعني لعبوا دور جميل جداً والنجوة مكاوي لا ننسى هذه المرأة القوية نجوة مكاوي لعبت دور غير عادي فهنا نساء كثيرات جداً قاموا بدور غير عادي في الجبهة القومية وفي جبهة التحرير وساندت أخوها الرجل